بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ألي وأصحابي أجمعين إزايكو حبيبي أخباركو يا ربي دايما أنت تكونوا بقى الفخير أنا نهام ألم قناتنا وفوق إن شاء الله النهاردة هنعمل طبقة حميد عسى نعمل حاجة كده أكلة جميلة يلا بينا نسمي الله ونروح على مطبخنا ونشوف الحميد بيتعمل إزاي يلا نسمي الله ونبدأ هنعمل إيه بقى يا حبيبي هنجيبنا الحميد اللي هو جاينا زي ما قولتو لكم دي قبل كده وهنخسله والأول هنقى كده ونطلع منه الحاجات اللي ما يعني فيه لسه خبزة هنطلعها وهنقى من الحاجات الصفرة والكلام ده وراح أخسله تحت اللي حانا فيه كويس جدا وحطه في مصفى صفي ونرجع نشوف إحنا هنعمل فيه إيه أيوة يلا بينا هراح أخسله وارجع لكم تاني خبس إحنا هنا غسلناه بناخد واحدة واحدة كده ونشيل العرق بتاعه مش عايزينه هناخد الورق بس والروس له كده جنبه بعضه ونقطعه بالسكينة مش لازم قطع كبيرة ولا صغيرة لان احنا كده كده هنسلقه يعني وخدوا بالك هو معاه كمان توم أخضر كانت جايبة هولي برضو زي ما قلتو لكم قبل كده أم أميرة وآية عشان أم يزعلش جابت هولي قبل كده كانت جايبة لي سلق وحميد شوفين ده التوم الأخضر بقى كانت جايبة لي سلق وحميد وخبازة كانت مهيصانة بصراحة آآ فعملنا بقى يا وليمة يعني عملنا حاجات حلوة كتير هنا بقى نقطع الحميد والتوم الأخضر اللي زي ما قلتوك جاي معاه ونشوف هنعمل ايه هقطعه كله برضو وأرجع لك تاني يعني هنا احنا بس بنجيب حاجة عشان نحط فل بنقطعه زي ما قلتلك هنقطع كبير صغير مش فرقة خالص بس احنا عشان نشيل العرق بتاعه لان العرق بتعملوش اي لازمة معانا هنا بقى جبنا ايه جبنا عندي معلقتين شربة عندي كبيتان شربة هنحط فيهم معلقتين رز ونسوفهم يتسلقوا على النار طيب انت ما عندك الشربة هتجيبي معلقة كبيتان مية وتحط عليهم مكعب مرأة واول ما يغلو تروح حط عليهم شايفين الرز يعني حبة يعني قدي في انجل بالضبط في انجل من بتاع القهوة يعني بالضبط كده ما لناه حطناه الرز علشان يتسلق في قلب الشرب زي ما قلتلكم قبل كده احنا كنا الاول ما بنعملوش كده احنا كنا بنسلق رزي في الحمد بعد ما نضربه في الخلاط لكن بيترتج بقى ويلسعك ويعمل ويبهدلك الدنيا يعني بيوتو جاز بيتبهدل والدنيا بتتبهدل من كتر الترتش اللي هي وممكن الرزي يلزق على فكر لو ايديك مش شغلة فيه طب يعني ايه اللي انت جايبها ده ده انا بعد ما خرطت الحمد يا جماعة جالي مشوار فاضطرت ان انا نشيره في الفريز وحطته في كيس وشيرته في الفريز ويوم اه وانا بصوره دلوقتي كنت بسيقه بقى خلاص طلحته يعني قعد له من ثلاثة في الفريز خلاص هنا بقى حطناه هنحطه في الحلة وطبعا هم بيخدش وقت برضو على ما بيفوق انت تنزل عليه بشوية ما يسخنين كده هيفوق معك على فوق وهو اصلاً مشغلين عليه النار وفي الحلة الصغيرة حطين ايه حطين كوبيتان الشربة عليهم شوية الرز اللي احنا شفناه بتحط ايه انه حطيت الحمد اللي احنا حطينه كان فيه طم اغدر وهنا بنحط طم اهوت وحطينا بصلة وهنا بنحط بنخرط ارن شط عليه كل ده على الحمد وهنجيب كمان طمط مياه خرط عليه وعايز اتحط هارسة شطة حطي لكن انا هنا حطة طم فيه طم اغدر وفيه طم فصوص مش هينفق احط تاني هارسة شطة فيها طم هيبقى يعني خلاص هسيب بقى دايق اللي مع بعضه كده وكل شوية ابوصة عليه عشان اخد بالك احنا نحطناش مياه فممكن المياه تنشف عليه فلازم كل شوية ابوصة عليه كده لما يفق خالص وبعد كده تطمين منه حسنا لسه هنا بقى ارضه منفقش خالص اهو منفقش بيعني كله يعني فيه حاجات تاكت وحاجات تس زي ما قلنا البصلاية طمط مياه ارنشطة فلفل اه اه تو ده ايه اللي بتنزلي ده ده شوية خضرة بقى بفضلة خيركو كده حلوية اه شبط وكزبرة خرطوهم وحطوهم عليه برضو مش مهم اتخرطيك برق او صغير خالص لان كل ده هندرب بعد كده وتملاحي بقى بترقيتك هتحط ايه هتحط الملح ونص معلقة كمون ونص معلقة كزبرة ونص معلقة من المرأة الفورية اللي هي ايه اه او مقاعم مرأة على فكرة مش مش فرق خالص مرأة اللحمة بتبقى اطعم بكتر من مرأة الفراخ ومرأة الفضر بصراحة يعني او كل واحد بيحط اللي هو يحبه بس هي مرأة اللحمة انا بشوفها بتديرها طعم جميع والشربة برضو يبقى فيها مكعب وهنا بنحط شطة خلاص الشربة بتحط فيها مكعب لو انت ما عندك الشربة اصبع ما عايز تعمله شربة زي ما وقت تلك هتحطك ببيتون مياه وعليه مكعب مرأة او معلقة مرأة فورية خلاص هنا الروز خلاص استوى طفين عليه وده خلاص برضو استوى تعرفين استوى ازاي هتجيب اه فصل توم من اللي احنا حطينه وتشوفيه هو استوى ولا لا لو استوى فصل توم ده شايفين بقى خلاص ده عجينة يعني خلاص كده استوى خلاص هتجيب بقى الهند بلندر بتاعنا هجيب الهند بلندر وايه واضربه زي ما هو كده مش حركه من مكانه طب انا انه ما عندش هند بلندر اعمل ايه ولا اي حاجة خارس سيبيه لما يبرد وفي شفشق الخلاط يامر واضربه في اللي في شفشق الخلاط هي بزق فل شمعة من ورا معاك اه طب ما عندش حد ما عندش خلاط يعني بيتهيقك ولو نفرض عايز تعمليه من غير خلاط برضو هتسيبيه لما يبرد وحطيه في مصفة وتحت المصفة حلها وتعمليه بايديك كده طيب انا هنا هتضربته بالهند بلندر نعمته خالص شايفين الترتاشة اللي بقولوكو عليها ده الكمال ما فيهوش روز ده انت رقوط بتحط في روز ترتاشة دي كل شوية هتجي على ايديك وانت بيتقلبك يعني واخد بالك كل شوية هتجي على ايديك وهتبهدلك البتجاز يعني هي بهدلت اصلا الحلة والحلة اللي جنبها كمان يعني بصراحة والله ما قصرت يعني حاجة كده يعني عسل يعني خلاص هنجي شايفين هنا بنقس منه شوية لانه هو كمية كتر علينا هنقس منه شوية احطه برضو في الفريزة لما يبرد كده احطه في كسه احطه في الفريزة منين ما عاوز اطلعه لان الكمية هنا كتر علينا خلاص انا اخدت كمية لان عايزها واده الرز اللي احنا سألنا هننزله بقى عليه زي ما قلت لك الاول كنا بنحط الرز معاه يستوي معاه لكن لا انا شفت الطريقة دي افضل بصراحة افضل بكتير يعني وهي في الاخر نفس النتيجة لكن اه في الاول لما انت بتحطيها زي ما قلت لك في الحميد وتتسلق معاها في الحميد ده بيدي ايه بيديها ايه فرصة انها ممكن يلزق في في الحلة لو ايه كل شوية انت بتقليبي بيترتش على ايديك فبيلسعك وبترتش على البوتو جاز فلا تب ليه تم احنا ناخد الطريقة الاسهل يعني وفي الاخر هدنا نفس النتيجة خلاص هنا بس بدوق الملح بتاعه اللي بقى كويس وهنعمل ايه بقى هنعمل لوطشة على فكرة انا ممكن استكفى بالكيدة يعني ما فيش اي مشكلة لكن احنا هنا جبنا معلية سمنة وحطينا عليها معلية كبيرة مفرومة وهنحطها على 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 العين اللي جنبنا علشان نعمل الطشة بتاحت مش عايز الطشة فلاش عادي انا في معظم الاكلات ما بعملش الطشة الاخرانية لكن ده حميد بقى ما مشوفوش يعني يعني كل فين وفين فلازم نزبط الاداء يعني خلاص يعني خصوص الحميد والخبازة قليل جدا لما بنشوفهم او او نعتر بيهم يعني لكن السلق بنلاقيه على فوق لسا لي موجود في السوق فعندنا حميد بقى خلاص هنا بن حمر اللي زي ما قلتلك التوق في معلقة سمنة بلدي كده او معلقة سمنة عادية او زبدة على زيت او زيت بس اللي موجود عندي وحطط له معلقة كبيرة من القصبارة فضلية خارج كده ونص معلقة من التوق من القمون واديهم تشوحه مع بعض وانزل بيه على على الحميد وكل بقى ايه احلى حمد من ايه نور? كل احلى حمد ان شاء الله يعني يعجبك جدا. وان شاء الله تعملي بطريقة ويعجبك ان شاء الله. نجيب بقى شوية حمد نحطه في الطاصة كده ناخد الطعم كله من الطاصة في الحركة دي. ما فيش واحد. ما فيست مصرية بتعملش الحركة دي. خلاص? هنا احنا كده الاكلة بتاعتنا خلص. ايه رأيكم بقى? ده خلصتها بقى روح نغرفها. يعني كده خلص احنا خلصنا. الاكلة كده تمام. بس برضو يعني اه اشوف ان كانت محتاجة شطة ولا حاجة بس لا مش ان لا كفاية. خلص كده كفاية. هنا جبنا الطبقة بتاعنا بقى عشان نغرف. نغرف الطبقة بتاعنا. زي ما قلتلك انا عملت الخبزة قبل كده وكان فيها رز بس كان فيها شوية رز وبساط خالص. هنا بقى اللي بخولكم بقى يوريكم القوان بتاعه بس. هجيب بقى كبشة علشان اغرب بقى الطبقة بتاعنا. رأيكم بقى في الطبقة. يعني حاجة كده امر. صراحة يعني الحمد اكلة اكلة فحية جدا على فكرة. واكلة مفيدة جدا. واكلة من الطبيعة يعني مش مفيهاش فلزكة كتير ولا فيها اه حوارات ولا يعني مش هقول لك يلا نعمل الحمد باللحمة المفروعة. لا خالص. يعني اكلة اقتصادية. البلد كلها ماشي اه ظروف اقتصادية الايام دي. خلاص? يلا بقى ننظف الطبقة بتاعنا. يا رب ان شاء الله الحمد بتاعي او الطريقة بتاعت في تحضير الحمد تعجبكم. وان شاء الله هتعجبكم. وانا عجبتكم. ما تنسونيش دايما باللايك والشير وتشتركوا في قناتي وتنوروها. وتزوروا صفحات في صفحة نوع فقط على الفيس بوك وتنوروها يا كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.